أحد الزوجين الأسرار الواقعة بينهم الرجع إلى الوطن ومقدماته فلس كده؟ طيب وإحنا كمان عندنا أن في الأصل أن زي ما احنا قلنا أن أنت ما تطلعش ما تقولش حياتك ده بشكل عام فما بالك بحياتك الزوجي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة المخاشعون والذين هم عن اللغة المعروب صفات المؤمنين صفات عبادة الرحمن والذين لا يشهدون الصدورة وإذا مروا باللغة مروا كراما مثل المؤمنين مثل النحلة إن أكلت أكلت طيبة وإن وضعت وضعت طيبة تمام فاكرينها أفكركم بكسة إحنا ذكرناها قبل كده سيدة فاطمة لما نبع صاحب راح يزورها وبعدين إيه أين ابن عمكي؟ خلي بالك بقى شوف الأدبة هو شوف عدم إفشاء أسرار الزوجية أين ابن عمكي؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني ولم يقل عندي ما نتش ده عمل فيه ده مخل ده مساو ده سمعن ده شتامن ده أزان ده أصنع له كم يوم مش مظبوط أصنع له كم يوم لو يبوز أصنع مش عارف إيه أصنع مأموس من إيه ولا ذكر أي شيء عشان تعرف أنت كزوجة ما تشتكيش لأمك بحش تقولي لأبوك ما تقوليش لإخواتك تشتكيش لصحابك إلا عند الحاجة وإلا عند من يغلب عنده الحل والحرص على حياتكم الزوجية إن يريد إن يريد إصلاحا مش أي حد تحكي له تدخلكم بحسابه بضوابط وعند أضيق الحالات والظروف فالسيدة فاطمة كان بيني كان بينه يعني اللي هو إيه أنا بينه بن زوجي با حتى بينه بن سيدنا النبي اللي بيكلم كان بيني وبينه شيء فغضبني ولم يقل عنده وبالتالي الذي يفشي أسرار الحياة الزوجية خائن في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين القرآن بيقول لك فخانتاهما الخيانة أو خلي ابن عباس كانت خيانتهما أنهما كانت على غير دينهما فكانت امرأة نوح تطل تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به فكان ذلك من أمرها يبقى اطلع صار زوجها يبقى هذه خيانة واعتبرها القرآن خيانة زوجية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعاية الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعاية والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعاية المسؤولية دي أمانة لو انت طلعت هذه الأسرار وهذه الأمانة خارج البيت لأي أحد فقد خنت الأمانة بل اعتبرها ابن حجر الهيثمي في الزواج عن اختراف الكبائر أنها إحدى الكبائر يا إفشاء الأسرار الكبيرة الكبيرة الثالثة والأربعون والستون بعد المائتين إفشاء الرجل سر زوجته وهي سره هو يفشي سرها وهي تفشي سر هكذا ذكر الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر يبقى نحفظ على بيوتنا ونحفظ على أسرار حياتنا تحكيش لحد تقوليش حاجة لحد ده حياتك أنت وزوجك مش أنت وصحابك وزميلك ومش عارفوا أهلك وقريبك وحبابك وجلانك ليه تمسيك التليفون طول الوقت آه ده عمل وخلوا كنت عايز أكل مش عارف إيه والله كان نفسي مش عارف في بيزا بس هو قال لن عايز كشري فيلا جبت كشري عشان أو عملت كشري هي ملها ومل ده هي ملها ومل ده دي أسرار آه طبعا دي أسرار لازم نحفظ على بيوتنا مش أي حاجة تنشر على الفيس زي اليوتيوبرز اللي موجودين أو صفحات الميديا هذا كله أكله أموال بالحرام اللي يتاجر بزكته على اليوتيوب أو يتاجر بعرض أهل بيته على السوشيال ميديا حرام مش عارف مين هو زوجته مش عارف أسرة مين عيلة مين إنت ليه تأكله بزوجتك وهي حامل وبعدين هتولد ودعونها يا جماعة ومش عارف أنا زوجته عملت لي إيه وزوجته عملا لمفاجأة وإحنا إيه إيه الهراء ده ما هذه الفوضوية إيه اللي حصل ما عادش فيه غيرة ما عادش فيه رجولة ولا شهامة ولا نخوة ما عادش فيه ستر ما عادش فيه يعني عدم عدم إفشاء هذا لا ده بيتباهى بهذا آه يا عمك ده بقولك ده مش عارف كم يوم عمله كم يوم مشاهد مش عارف قناته كم سابسكرايب وهو عند الله لا يساوي شيئا ماذا ستقوله لربك يوم القيام يوم القيام يوم قولك أنت بتجربة عرض زوجتك أنت بتكسب فلوس عشان زوجتك بتطلعها والناس تشوفها مرة وهي حامل مرة وهي بتولد مرة بعد ما ولد بعد ما البيب جه مش عارف يلا جماعة سموا العيال وعزين نسمى أنت بتدخل الناس دي في حياتك وفي زوجتك وفي بيتك وفي تسميت أولادك وفي حمله وفي وضعه وفي أولاده إيه 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 جماعة الخير ينبغي أن نعقل ينبغي أن نعيما نفعل وقال لو كنا نسمع أنا بقوله حتى نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى اكتسب الملد اكتسب الملد حرام لأنك جبت من حرام جبت من تجرب العرب جبت من عدم غيرتك على زوجتك وعلى أهل بيتك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم لا ينفعش خالص نصل على زوجتك بوضع معين حتى لو محقبة وتعمل حركات وتجري وراها وتعملك وتزؤك وتزؤها ويلا نعمل مآلب مين هذا ليس في شرعنا إنما ينبغي علينا أن نغار على أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وبيوتنا وأعراضنا وحياتنا لا يطلع أحد عليها لماذا؟ هذه حياة اسمه حياة زوبينك وبين زوجتك ليه الملايين الممينة من العالم كله يرى يشوف بيتك شكله إيه؟ ليه؟